التحالف السعودي الإماراتي إجابة متكررة شعبية ورسمية عن سؤال بقاء المطارات اليمنية خارج الخدمة حيث يعاني اليمنيون في الداخل والخارج صعوبة في التنقل من بلدهم وإليها فبعد طلب متكرر من وزارة النقل اليمنية السماح لشركة طيران أجنبية باستناف رحلاتها إلى عدن وحضر موت وافق التحالف الخميس الماضي لشركة أفريكان إكسبريس على القيام برحلات محدودة فقط إلى مطار الريان بسيئون مشترطا ضرورة خضوع الرحلات للإجراءات المتبعة من قبل التحالف يعد مطار الريان الدولي ثالث أكبر مطار في اليمن بعد مطاري صنعاء وعدن وتوقف النشاط فيه رغم تحريره في أبريل 2015 نتيجة لسيطرة الإمارات عليه وفي نهاية نوفمبر الماضي عادت الحياة في المطار إلى طبيعتها مع وصول أول رحلة ركاب تابعة لطيران الخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة وباستثناء مطار صنعاء الواقع تحت سلطة ميليشيا الحوثي والذي يحظى بهتمام دولي فإن المطارات اليمنية ظلت طوال الخمس السنوات الماضية واحدة من المشاكل العالقة بين الشرعية والتحالف الذي رفض أكثر من مرة حتى السماح لطيرات اليمنية بالمبيت في مطارات بلدها وزارة النقل وفي محاولة منها لتفعيل النشاط الجوي اليمني توجهت إلى الكويت بطلب تطوير مطاري سيئون وعتق وإنشاء ميناء قناة بشبوة وقد وعدت الكويت بدراسة هذا الطلب وأبدت استعدادها لرفض الطيران اليمنى بثلاث طائرات مدنية وقد فسر مراقبون تحركات وزير النقل صالح الجبواني بمثابة يأس واضح من تعديل التحالف لسياسته ورسالة واضحة بأن الخيارات أمام اليمن متاحة ومبكنة